أعطى الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار إشارة البدء في إعادة بناء متحف بورسعيد القومية وقال الدماطي إنه من المقرر أن يتم الانتهاء من إنشاء المتحف خلال عام ونصف العام لافتا إلى أنه سيضم مجموعة من المقتنيات تعود لعصور مصر المختلفة وأضف أن مشروع إعادة بناء المتحف في هذا التوقيت تأتي في إطار ربط المناطق والمواقع الأثرية الواقعة بمحيط مدن قناة السويس ودفع حركة العمل بمشروعات التطوير بها بما يتناسب مع مشروع القناة الجديدة